سيد عدن أنت تتوقع أن عائلة من أسره من ثمانية من عشرة أطفال قاعدين بخيمة صغيرة الشتاء وصيف والظروف والطغس اللي يمرون به معاناتهم وحتى ما بقت أيضاً الآن مساعدات لهم فقط الآن ما تقدمه وزارة الهجرة من سلة غذائية لهم خلال الفترة المتراكمة وبالتالي ما عندهم حتى أي معانات دولية أو معانات وطنية تقدم لهم في هذه الفترة سيد يبقون بهاي الفترة لحد الآن إحنا ما سوينا لهم تعويضات كثير من عندهم دورهم تهدمت تفجرت عندنا قانون للتعويضات ليش لحد الآن ما رحنا فرق جوالة من اللجان المعنية تنتقل إلى هذه المخيمات أو سلسلة من المعاملات منهم بشكل مباشر وتطيعهم أولوية بالتعويضات ليش الآن بموازنة الدولة ما خصصنا مبالغ معينة للتعامل مع ملف المخطوفات وعادة حتى لو اضطرت الدولة العراقية تشتر أبناها من الخارج ما معقولة الآن اليوم نساءنا وأطفالنا وبناتنا موجودات في مخيمات وإحنا صارت سخمة سماسرة حتى يشترون رجعون ليش دولتنا قاصرة عندها أموال عندها موارد كبيرة جدا قادرة على رعاية أبناء ليش در نتفرج على هذا الملف الإنساني المعقد لحد الآن بدون حلول ليش لحد الآن هناك اتفاق سنجار ليش لحد الآن ما فعلنا هذا الاتفاق ليش ما رجعنا الأسر لحد الآن ليش ما غلقنا المخيمات ليش ما أهلنا دورهم ليش ما خلقنا جو من الأمان وبيئة التعايش السلبي ورجعنا النازحين إلى ماكنهم معززين مكررين على الأقل يحس أن اليوم الدولة رعيته أكون نوع من الثقة بينه وبين إجراءات الدولة يحس أكون جبر ضرر إليه لكن ابقاهم بهذه الصورة وهم يواجهون هذه التحديات بصراحة أما تساؤل كبير يحتاج إلى أجوبة كبيرة اشتركوا في القناة